بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الله في قسم الأحياء كلية العلوم جامعة المالي خادث السلام عليكم ورحمة الله نهذا بنوصل كلامنا في تيترابودة ربعات الأخدام وكلمنا قبل كده وقلنا الحزام الصدري وهذا يتكون من ثلاث قطع من العظام اللي هم اللوح والكلافيكل والكوراكويد اللي هو الترقوع والغرابي نهذا برضو فيه الحزام الصدري الحوضي ونقول إن الحزام الحوضي لا يشبه لحد كبير في التركيب الحزام الصدري فإحنا قولنا هناك الحزام الصدري فيه تجويف اسم تجويف الارواحي أو تجويف الجلونون الكابتي هنا تجويف مقابل لي برضو اسم تجويف الحق أو الأستابلا قولنا سواء التجويف ده فهو فائدته عملية عملية التمفصل تمفصل الحوضي مع الطرف الخلفي تواصل الحزام الصدري مع طرف الأمام وينما أنا هاناك انتفاج حزام صدري بالكويم من نصفين هنا، انتفاج الحزام مرобрبياً كل ص你有 من جزء حزام على طرف الحزام الحوض يستمر باركفي ثلاث عزمة عزمة الحرقوفي الرئيسي تجوايفره مرحلة الحو وأنت فترة مرحلة تن auriculation مع وهي أطلع فمر عظمة الرأس الفخذ وبعد كده في العظمة الثانية اللي هي عظمة العاني وعظمة الاسكيوم اللي هي عظمة الوركي يبقى برضو سلاس عظام زي الحزام الصدري الطرف الأمامي اللي هو بتمفصل مع الحزام الصدري والطرف الخلفي الحقيقة الاثنين بيبقى فيه تشابه فيه التركيب ما بين الاثنين نتكلم لأول على الطرف الأمام الطرف الأمامي برضو عبارة عن عظمة مفردة قريبة من الحزام الصدري تسمى العضد توجد عنده مقدمتها جزء كروي بيبقى من كده الجزء الصغير ده هو اللي هيبقى متمفصل مع مين مع التجويف الأرواحي الموجود في الحزام الصدري فيه عندك رأس العضد إذا مفصل مع التجويف الأرواحي بعد كده الساعد واللي هو عبارة عن عظمتين مع بعض جنب بعض كده من فصلتين العظمة الأولية اسمها الكعبارة الريدياس والعظمة الخارجية اسمها زند أو زند اللي هو الألنة بعد يبقى في عندك العضد والساعد واليد دول الطرف الأمامي بعبارة عن ثلاث مناطق الأول جزء اللي هو العضد الجزء الثاني اللي هو الساعد الجزء الثالث اللي هو أعظام اليد اليد ده هنا تتكون من سلاس مجموعة أول جزء فيها اللي هو أعظام الكاربلز اللي هو الكاربلز أو الكاربلز ده تتكون من سلاسة صفوف من أعظام صغيرة أول صف يبقى أول صف كم صف ثلاث صف صف قريب وصف بعيد وصف أوسط صف القريب قريب من الساعد عبارة عن سلاسة أعظام صغيرة تعرف بالكعباري اللي هو قريب من الكعبارة اللي هو الالرديس يبدأ اسمه راديالي والمتوسط اسمه انترميديم ما بين الراديالي والزندي والرقم 3 زندي الالناري اللي هو قريب من الالنا الصف المتوسط اللي هو فيه عظمتين مركزيتين اسمه الانترميديم وبعد كده الصف البعيد يتكون من 5A أظام صغيرة يسمى رسخيات اليد الالبعيدة رسخيات اليد البعيدة أو الدستالي يبقى عندي اتنين سوري 3 اتنين 5 دول مع بعض كده اسمهم ايه الكاربالس أو الكاربالس اللي هي رسخ اليد بعد كده يبقى فيه الجزء التاني المهم طبعا من اليد اللي هو الكاربال يبقى فيه الكاربالز والميتا كاربال الميتا كاربالز اللي بيه اللي هي عظام المشت بتاع اليد اللي هو الراحة اليد نفسها ويعبارة عن خمسة عظام طويلة وكبيرة بعد كده فيه سليمات اليد اللي هو الفالينجس اللي طبعا موجودة فيه الفينجرز بتاعة اليد وكل يصبح يتجاوب من السلمية واحدة وحتى خمس سلميات على حسب نوع اليد الكائن نفسه أو عقل يعني ده بالشكل ده الحزام الصدري والطرف الأمام ده اسكابيولا اللي فيه التجويف والجنوني الكافتي اللي بتمفصل مع الهيد أوف زيه يمرس في الطرف الأمام وهتلاقي فيه الكلافكي اللي الترقوة وهتلاقي فيه الكراكويد اللي هو الغرابي طب نبص على الطرف الأمامي هنلاقي فيه أول حاجة اللي هي العضد اللي هو الهيومرس وبعد كده هنلاقي جزئين دول اللي هم الساق البراكيوم وبعد كده هتلاقي فيه الكاربلز وبعد كده هتلاقي فيه الميتا كاربلز وبعد كده هتلاقي فيه الفينجرز فنجر يبقى ده العظام الهيه الهند ده عظام الهند تتريد نبص على الفوك ده قولنا الالنة وده الاو الرادياليس او الرادياس الاو الرادياس ده هيبقى فيه قريب منها الالناري اللي هو زندي والرادياس هيبقى في الراديالي اللي هو الكعباري ما بين الاثنين هتلاقي في الانترميديم المتواصل يبقى دول الثلاثة بعد كده يبقى في الانترميديم اللي هو السنترالية الجزئين اللي في النص دول يبقى ثلاثة اثنين بعد كده في واحد خمس رسغيات اليد البعيدة اللي هم وقناعهم خمسة يبقى ثلاثة اثنين خمسة دول الكاربلز بعد الكاربلز هتلاقي فيه خمس عظام طويلة بالشكل ده اسمها الميتا كاربلز اللي بتبقى موجودة في راحة اليد بعد كده الفينجرز الموجود في الفالينجس لما ينتهي بالكلوز او النيلز ده الطرف الامام الطرف الخلفي مش هيفر كتير عنه برضه هي نفس الشاك لو تسمى الفخز بدل انها كله يمرس فيها رأس الفخز بدل رأس كله يمرس لما افصل مع الحق بدل يقال الفخز يبقى فيه الساق عبارة عن عزمتين القصبة اللي تبعها وبدأ ما كانت الريدياس والقلنا هنا تبقى تبقى تيبيا و الفيبيولا الشازية الخارجية يلي هم عظام القدم عظام القدم برضو حياناك بتكلم عن عظام اليد برضو فيه عظام الرزغ اسمه ترسل بدأ ما هناك كاربلز وهيبقى فيه الميدا كاربلز هيبقى يبقى فيه الميدا ترسلز وهيبقى فيه السلاميات القدم و الفرنجلس نفس الكلام بالضب هيبقى هنا التبيالي رأيب من التبيا والانترميديم في النص والشازوي اللي هو الفيبيولي الوا فيبيولي رأيب من فيبيولا وبعد كده فيه الاثنين مركزيتين وبعد كده صفل بارد من خمسة من الـ العظام الصغيرة تسمى الرزغيات القدم الـ الابعيدة هناك يسمى الرزغيات اليد هنا الرزغيات الـ القدم اليد استالية برضو ثلاثة اتنين خمسة الميتا كاربلز زي ما قلتلك برضو هي تبقى نفس الـ الكلام عبارة عن خمس اي أجزاء من العظام برضو الصغيرة بعد كده الأمشاط اللي هي الميتا ترسل هدي بقى دي هي الجزء اللي هو بيبقى في الشوز الطويل ده العظام الطويلة برضو خمسة زي ما كانوا هناك برضو خمسة في اليد هنا برضو خمسة في القدم بعد كده سلميات برضو الأصابع الفالينجز بيسموه هنا تويز هناك فينجرز هنا يسموه تويز أصابع القدم لكانوا كل الأصبع برضو من سلامة واحدة إلى حتى خمس سلميات ده الإليوم وده البيو بس وده الإيسكيوم وده قلنا فيه الأستابلام اللي فيه Head of Femure Articulated with Them وده الفمر بعد الفمر هيبقى فيه الساق ويبقى فيه paperwork اللي هو عبارة عن الفيبولا والتيبيا والفيبولا هي تبقى رئيبة من الفيبولاري والتيبيا هي تبقى رئيبة من تيبيولي واللي بينهم الانتر ميديوم بعد كده فيه الاثنين اللي هم العظمتين المركزيتين بعد كده في وال ذي الانة الخمسة دول 325 325 اللي هما الترسلز اللي هما العظام الطويلة الموجودة 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 في نهاية إبداة طرف الايه؟ القدم ترسلز مترسلز فالنجس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته